بالرغم من التباطئ النسبي الذي شهده القطاع العقاري في الإمارات بشكل عام خلال 2014 مقارنة مع العام الماضي إلا أن شركة إعمار العقارية استطاعت أن تستمر في النمو في مبيعاتها خلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري والتي سجلت نموا في إمارة دبيل وحدها بنسبة 15% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2013 مسجلة أكثر من 10 مليارات ونصف مليار درهم هذا إضافة إلى استمرار انتعاش وتحسن قطاعات الضيافة والتدزئة التي حققت إرادات تجاوزت الثلاثة مليارات وثمانمائة مليون درهم خلال نفس الفترة أي ما يعادل نحو 54% من إجمال إرادات الشركة حتى نهاية سمتمبر 2014 أما بالنسبة إلى العمليات الدولية للشركة فقد استحوذت على نحو 19% من إجمالي الإرادات وحققت نموا بنسبة 73% مسجلة أكثر من مليار وثلاثمائة وثلاثين مليون درهم وبالرغم من انخفاض الإرادات التراقمية خلال نفس الفترة بنحو 7% إلا أن المصاريف التشغيلية أيضا حبطت بنحو 32% ينعكس ذلك بطبيعة الحال على إجمالي إراداتها والتي حققت نموا بنسبة 20% مسجلة نحو 4 مليارات و400 مليون درهم وتشير بيانات الشركة الأولية إلى أن الإرادات الأخرى قد تحولت من خسائر بمقدار 19 مليون درهم في 2013 إلى ربحية بلغت 325 مليون درهم خلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري مما أيضا انعكس على صاف أرباح الشركة وربعيا فقد سجلت أرباح إعمار في الربع الثالث من العام الجاري انخفاضا بنسبة 19% مقارنة مع الربع الثاني من نفس العام مسجلة أكثر من 700 مليون درهم ويعد هذا السيناريو الذي تشهده الشركة كل عام ويفسره الماليون إلى أن نصف الأول من كل عام تتحسن وتزدهر الحركة العقارية والسياحية في الإمارات بنسبة أكبر من النصف الثاني الأمر الذي ينعكس سلبيا على نتائجها خلال الربعين الأخرين من كل عام لتحقق شركة إعمار تبعا لذلك نموا في صاف أرباحها خلال الأشهر التسع الأولى من العام الجاري بنسبة 34% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مسجلة أكثر من مليارين وأربعمائة مليون درهم